اشتركوا في القناة بالنسبة للموضوع السوري انا لا اكرر ولكن اضيف نقطة جوهرية قانونية ان النظام النظام في تركيا استعمل اسلحة محرمة دوليا وهذا موسط وهو الفسفور الابيض ليجب ان نضم هذه الوسائق للدعوة في محكمة الجنائية الدولية هذه لن اكرر اما بالنسبة لموضوع هو موضوع لبنان الكل يعلم ان ما يحصل في لبنان سببه نظام طائفي مبني على المحاصصة بين زعمات طواف وان الشعب في حال خيانة مكان خيانة حكامه وزعمائه للامانة التي عهد بها اليهم وحين لا يجب وسيلة دستورية لدفعهم عن الفساد يملك الثورة وهذا ما حصل في لبنان للأسف ان بعض ردات الفعل من قبل من يتابعون الحراق الشعبي في لبنان فالبعض يتعاطى مع لبنان انه وطن الصبايا والدلع لهذا يتفنن في البحث عن صور النساء اللواتي خرجنا للشوارع والساحات وفي تعليقات غزلية وكأن الوضع في لبنان مجرد بزحة أو مجرد استعراض للجمال طبعا ما بقصده أو ما يخسر في شوارع هو حفلة صاخبة لهيفاء وهبي لبنان يا سادة هو غير ذلك تماما لبنان ليس تلك الفتاة الجديدة هو ليس ذلك الدلع في اللهجة اللبنانية لبنان هو البلد الذي ساهم في تنوير العالم العربي وهو الذي علمنا الحب والحرب لبنان لبنان تلك المسافة الفاصلة بين صوت فيروز حين تغني بشادي وبين الصاروخ الذي يدك إسرائيل في عقر دارها ويوقف الشعب الإسرائيلي على أجر نص لبنان هو جبران وأطوان سعادة هو الرحابنة لبنان موال وديع ونصري والشحرور صباح حين تصدح هو فوق كل ذلك وبعد كل ذلك يقوم بق العروبة من سفوح جباله حين تختال العروبة لبنان سعيد عقل الذي علم الدنيا كيف تولد القصيدة الجامعة لبنان ليس وجهنا ننسي عجرا ولا فصطان آليسة لبنان 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 ليس دلع في لهجة صبية خرجت بالأمسي تلتحق بأصدقائها لتطالب بالإصلاح لبنان هو بوصلة العالم العربي وحين تهتز شوارعه فعليكم أن تعرفوا جميعا أن انعكاسات هذا الاثتزاز ستصل عواصل وبلدان كثيرة في المنطقة حتى تعرفوا أن هذا الوطن الصغير جدا عليكم أن تروه بقلوبكم لا بأعينكم لبنان سيظل الوريد الذي يغزي عالمنا العربي بالحب والمعرفة والمقاومة والنصر حماك الله يا لبنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته